بالعودة إلى هذا الخبر العاجل والذي تقدم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء في ليبيا الشقيقة في ضحايا العاصفة والتي ضربت البلاد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن خالص تعازي وأكد على تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا مع الأشقاء في ليبيا في مصابهم الأليم وأعرب سيادته عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدة الليبيين في هذا الإطار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة وللأجهزة المعنية بالدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا وفي المغرب الشقيق